بس أنا علشان نخدم ندينا نخدمه إزاي كيف نحب الأهل لا نحبه بالتهويل ولا بالتهوين لا نحبه بالتطبيل ولا بالتحفيل نحبه كل حاجة في حجمها لأن أنا والله بدأت أتشائم أتشائم من الإطراء هو أنا قبل المطش ده كنت بقول لك إيه الآن جداً من بطولة المطش الواحد لأن أولاً حتقول لي ما كلنا في بداية الموسم ما كلنا في بداية الموسم يتأثر صاحب المهارة الأعلى ليه؟ لأن الفوارق اللي أنا بتميز بيه بتميز بيه عندما أكون في كامر لياقتي يوم الفوارق بيني وبين المنافس تظهر في سرعة التفكير سرعة التلبية سرعة الانسجام سرعة فما كانش ده واضح المباراة دي جات في توقيت طبعاً لكن ما خدناش برضو إحنا يعني أنا مش بدافع ما هو زي إحنا مش قلنا في 15 نقطة ضاعت بأخطاء الفوار وزيهم ضعف بأخطاءنا إحنا بأخطاء لعابتنا فلما يعتحالف كل هذه الأسباق يضيق منك الدورة طيب الفر غلت في حقك على اللي أنت ما تغلطش ما تساعدهوش كان ممكن تعدي ولا لأ صحيح؟ إحنا مش ممكن إحنا لما تشوف النتائج التي تحققت في آخر شهر مع ماتش السوبر الأخراني تقول إن إحنا لسنا في هذه المرحلة مرحلة هبوط المستوى وما حدش مديت المستوى طب أنا عايز أرجع تاني يقول ليه عايزين حد علمياً يخش لنا يقول لنا إيه اللي بيحصل نفس النجاح ده المطلق المبهر أنت ما تقوليش إنك إنت تقدر في سنتين وراء بعد تأخذ الوداد رايح جاي وتكسب زمالك في النهائي وتأخذ التراجي رايح جاي وتكسب الرجاء في النهائي وتكسب بعد كي نهض البركان إن ده ما فيش مستوى وما فيش لا لا فيه مستوى فيه لعيبة لكن إيه اللي حصل من اللعيبة دي وإيه اللي حصل لمستواها عايزة دراسة وعايزة ناس تكون صريحة جداً وأنا خايف وشايف إن المنتخب بيدفع تمن الفاتورة دي لعيبة الأهلي مش في أحسن حالاته وحط عليهم حتى قوام المنتخب أهلي زمالك بيرامد دلوقتي هو ده القوام مش كده آه غلباً أنا من الشايف حد في حالته من الشايف حد في حالته لعيب أو اتنين فهل كيروش كيروش اسمه كارلوس كيروش نحفظه بقى كارلوس كيروش هل هو شايف ودرس بشكل علمي إنه السوبر وبعدين نلعب دور في الكاس وبعدين نرجع طب ما نكملش الكاس ليه نبتدي بالدوري إيه الفرق في وجهة نظره إيه عايزة شوف أكبر عدد من اللعيبة فعايز الدوري يتلعي اه اه انا كنت شايف إنه أحسن حل المنتخب إنه كنا راحة ونبتدي بالدوري ها مثلا الأسبوع الجاي ولا اللي بعديه والراجل يشوف فعنده تمانية عشرة مطش مطش ليبيا الأولين اهو تمانية عشرة كان شاب بقى كان شاب بقى أسبوعين أو ثلاث أسابيع مطشات يعني ثلاث أسابيع من الدوري وبعدين يقف ياخد اللعيبة فيه ما هو هيلعب معسكر أكتوبر ده زي ما هو أنا باعتبر أنا باكلمك عن اللي فاتي يا أستاذ برهيم أنا ما باعتبرش اللعيبة خدت مونت عشان تلعب الكاس وعشان تلعب السوبر اللعيبة الدولين ما خدتش راحة جم من المنتخب على ما خدوش فعلا ما خدوش خدوا أربع خمس تيام فأنت حتشوفهم هما مش مرتاحين برضو إيه الفايدة أنا كنت عايز بعد مطش المنتخب وقف خالص النشاط الكروي تماما لمدة ثلاث أسابيع وابتدي باللي انت عايزه كان زماننا دلوقتي عدينا الموقف ده وكان زماننا اللي عبيتنا ارتاحت سبعين في المية مش مية في المية لأن فطرة الراحة كان ينبغي نعمة ما تقلش عن خمسة واربعين يوم مش هنقدر نعمل كده خليهم خمسة وعشرين يوم عشرين يوم نعمل مش خمس تيام لك خمس تيام أنت مرايحتش حد انت عملت طايم قاوت بالضبط نعمل احنا كمان طايم قاوت